باريس في قبضة العنف العاصمة الأوروبية الهادئة التي تتميز بمعالمها السياحية ذات الشهرة العالمية تشهد أعمال عنف وحرب شوارع بين متظاهر السطرات الصفراء وقوات الأمن التي تمنع محاولات التخريب الأزمة التي بدأت قبل عدة أسابيع لم تشهد انفراجة وإنما مزيدا من التصعيد على الرغم من تراجع الرئيس إمانويل مكرون عن زيادة كانت مقررة على ضرائب الوقود مطلع عام 2019 جديد الأحداث هو ارتفاع سقف المطالب لتتخطى الطابع الاقتصادي إلى المطالبة باستقالة الحكومة في تظاهرات قدرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد المشاركين بها بأكثر من 30 ألف متظاهر في أنحاء البلاد أعداد لم تمنعها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة العنف المحتمل والتي كان من بينها إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية والمتاجر لتجنب النهب وإزالة مقاعد الشوارع المحيطة للاحتجاجات لتجنب استخدامها كمقذوفات محطات المترو والشوارع المؤدية إلى الإليزيه كانت من الممنوعات أمام المتظاهرين الذين سقط المئات منهم في دائرة الاعتقالات مشاهد غريبة على العاصمة الفرنسية وعلى شارع الشانزيليزي الأشهر على مستوى العالم وربما على أوروبا قاطبة أعدت تذكير بما شهدته الدول العربية من أحداث الربيع العربي الذي كان محل ترحيب لدى الأوروبيين الذين طال صمتهم واحتبست حناجرهم وهم يتابعون ما يدور في عاصمة النور مشاهد تترك أسئلة مثيرة بشأن السيناريوهات المطروحة لعل من أبرزها أي من الفريقين سيصرخ أولا وأي عواصم أخرى مرشحة لاحتضان مشاهد مشابهة وهل تقوى القارة العجوز على إصلاح الخلل أم باتت حكوماتها رد فعل لفعل غاضب ترجمة نانسي قنقر